اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين معسكر منتخبنا الوطني حينطلق غدا ان شاء الله بعد توقف بطولة الدوري الممتاز النهاردة كان اخر يوم الحقيقة هيتلاقى فيه مباريات في الدوري النهاردة كان فيه مواجهتين الاتحاد السكنداري بيفوز على الداخلية ويرتقي للمركز الثالث ب18 نقطة الحقيقة داخلية موقفه صعب لهذا الموسم ولكن كابتن هيثم واحد من المديرين الفنيين الجيدين ان شاء الله يقدر يرجع خلال الفترة القادمة ايضا النادي الاسماعيلي مع تعادل مع النادي المصري تعادل غير مستحق الحقيقة لانه النادي الاسماعيلي كان الافضل في كل شيء ارتفرجت على المباراة يمكن 80% في المباراة النادي الاسماعيلي اضاع الكثير والكثير وكان اقرب للفوز بهدف واثنين وثلاثة عبد الرحمن مجدي عمل واحدة من المباريات الجيدة معظم اللعيبة النادي الاسماعيلي كانوا عاملين مباراة كويسة جدا النهاردة وكان استطيع النادي الاسماعيلي ان يفوز ولكن خبرة علي مهر الحقيقة مع فريق المصري رجعته مرة تانية للمباراة وتعادل في ديئة 85% فخر الدين بن يوسف على ما اتذكر فخر الدين بن يوسف اللي جاب الجون وتعادل في النادي المصري مع النادي الاسماعيلي ولكن النادي الاسماعيلي لو فضل بهذا الشكل اعتقد هيكون له يعني النادي الاسماعيلي حيرجع تاني بالشكل اللي انا شايفه ده ده النادي الاسماعيلي مع كابتن اياب عاملين النهاردة مباراة جيدة جدا مصري الحياة ايضا مع علي مهر عاملين شغل كويس جدا عموما بكرا ان شاء الله حينطلق المعسكر هيتخللوا مباراة دي يوم الحد المقبل امام تانزانيا المباراة دي هتبقى الساعة 6 بالليل على استاد القاهرة وهذه هي البروفا الاخيرة قبل السفر لابت جان عشان في كودفور لانه كلنا امل في جيلة منتخابنا الوطني وجهازهم الفني روي فيتوريا مدير فني محترم ان شاء الله يكون عندنا او نستطيع ان نتوج ببطولة الامم الافريقية غالية بطولة غالية وغائبة عن مصر عن مصر منذ ما يقرب من 14 سنة تقريبا يعني بعد ما كنا 6 و 18 و نوع بقى ايه حط رجل على رجل كده ونتبسط ونتشجع ونبقى مبسوطين بالاداء اللي كان بيعمله رب الله يديله الصحة كابتن حسن شاحات المدير الفني الكبير والقدير واللعيب والنجم الكبير الحقيقة واحد من الناس اللي لهم تأثير كبير على كرة القدم المصرية يعني ان شاء الله ربنا يكرم ونقدر نحقق هذه البطولة بالرغم من نهاية بطولة صعبة جدا بسبب قوة المنتخبات اللي بتشارك في تلك النسخة اذا كنت بتتكلم عن المنتخب المغربي المنتخب التونسي المنتخب الجزائري كوديفور سنغال اسماء كبيرة جدا جدا كلها موجودة كوديفور البلد المضيف هو منتخب ليس بالمنتخب القوي ولكنه مش زي زمان مش كوديفور بتاعت زمان ولكن هو البلد المضيف دايما البلد المضيف بيبقى عنده حماس ورغبة انه هو يكسب هذه البطولة ولكن على الجانب الاخر ان شاء الله رغبة وحماس لعبة منتخبنا في ان احنا نقدر نسطر انجاز تاريخي في مسارتهم او في مسارة اللاعبين الدولية اكيد هيكون شيء جيد جدا ويكون هدف لا بديل عن تحقيقه وهو الفوز بهذه البطولة قبل كل ده هو اسعاد 120 مليون مصري او 110 مليون مصري كلهم متعطشين لبطولة الامم الافريقية زي ما حضراتكم عارفين مجموعة منتخبنا الوطني في الامم الافريقية مجموعة ليست بالصعبة ولكن ليست بالسهلة ايضا هي مجموعة موزنبيق راسل اغدر ثم غانا ثلاث مباريات ان شاء الله اول او ثاني المجموعة موزنبيق اولى المباريات وبعدها نكمل بقية المباريات سواء مع غانا في المرة الدول اللي بعد كده ثم في اخر المباريات هذه المجموعة هتكون مع الراسل اغدر كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وربنا يكرمنا ان شاء الله في هذه البطولة خلانا نطلعنا نشوف هذا التقرير عن بداية تحضيرات منتخبنا الوطني لجلب لقبه الثامن في امم افريقيا ترجمة نانسي قنقر